انتقل بعد كده للقاهرة وراح سيدنا الحسين وكان في موقف أرنان وهو يعني مشهوم من مسجد سيدنا الحسين لأن كان من حلاوة صوت والناس كانت بتهلل فالأوقف وقتها قالت لا ما ينفعش كده فاش حد يهلل في مسجد سيدنا الحسين هل الموقف ده بالفعل حصل مع شيخ البنة؟ انتقاله إلى القاهرة ابتداءا خلاه يروح الإزاعة الإزاعة علشان يعتمد ويروح للجنة فاللجنة متحنته وكذا إلى آخره على الإجراءات بتاعة لجنة الإزاعة فدخل الإزاعة 48 يعني عنده 22 سنة مواليد 1926 يبقى 22 سنة عبال ما يكمل سنة 48 فابتدى يبقى ديه جمهور وهو أساسا لما عينته الأوقاف عينته في عين الحياة عين الحياة ده في شارع اسمه مصر والسودان وبقى خارق عين الحياة شويتين ونقلوه فين بقى لمسجد الرفاعي اللي قدام السلطان حسن اللي في الألعة ده مصبوط شويتين ونقلوه لسيدنا الحسين هو محب أو يلقى للبيت فاتبسط خالص إنه هو يروح لسيدنا الحسين وسيدنا الحسين أكبر تقريبا مسجد موجود في هذا الوقت فجاء الوضع ده إن الناس بقى يحصل لها حاجة اسمه حال حال اللي هو يعني حال من الجنان يعني من الصوت بتاعه فالرجل يقوم من مكانه ويتنطط اللي يغمع عليه اللي عايز يطلع من هدومه من صوته في حالة للسميع كان الزمان يقولك السلطمة الطرب حصل لهم حالة من الطرب قالوا طب يا جماعة بالشكل ده انتوا ما تأملتوش معاني الآيات بالشكل ده خرجتوا عن آداب الاستماع وآداب القرآن اللي نص عليها واحد زي الإمام النوى والكبير ده فانتوا بتعملوا حاجة مخالفة مهما كان تعبير لعله أن يكون تعبير إنساني عندما نسمع هذا الأداء الراقي من ذلك الشيخ الكبير فنقلوه لكن نقلوه إلى المسجد الأحمدي في طنطط في طنطط وأصبح في المسجد الأحمدي 25 سنة ده كان والدته كانت دعات له صغير يبقى خادم لسيد أحمد البدوي ما هو بقى لما تذكر الدعوة دية يعني هدأ باله يعني سكن فؤاده على هذا الحال لأنه جاي من سيد الحسين في القاهرة نعم قاعد 25 سنة في المسجد السيد البدوي فما كانش فيه حد متعدنت معاه إنما هي كانت الأمور الحسبة السياسية بتاعة المظهر بتاعة حكاية التفاعل الجماهيري معه بهذه الطريقة فالشيخ محمود علي البنة تعلقت به وكان فنان بقى في المقامات وفي الحاجات دي هي في القرار والجواب ويطلع من القرار للجواب من مقام لمقام لا ده ده بقى شغل ايه بنقول عليه شغل صناعية طبعا يعني ايه حرفة الموسيقى هو يطقنها وفعلا كان في هذا المجال هو حريف أو محترف في هذا الأمر رحمة الله علي رحمه الله تعالى اللهم أمين اللهم أمين